السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تحينا في الفيديوهات الفاتت من موضوع الاجر فايرول لكن حابين ننوح التنويه مهم جدا مايكروسوفت النهاردة اعلنت عن اصدار جديد من اصدارات الفايرول احنا قلنا انه في اصدار الستاندر وفي اصدار البريميوم النهاردة في اصدار جديد طلع من مايكروسوفت هو لسه ولكن حابين ان احنا نتكلم عليه هو موجه للسمول بيزنس او والشركات مدون المتوسطة لذلك احنا كنا واحنا شغالين احنا تعمدنا نشتغل على الاصدار البريميوم لانه زي ما شفنا مع بعض واكتشفنا انه اعلاهم مميزات واكترهم عمل وشغل فبالتالي حضرتك لما تشتغل في الليبل الاعلى هيكون سهل جدا عليك ان انت تنزل للليبل الاعلى منه اللي هو الستاندر وكمان الاساسي اللي هو البيزيك لذلك احنا بننوه تاني انه اي حد بيراجع ورانا اي حد بيزاكر اي حد جفال بييد واي حد بيستفيد من محتوى بتاعنا يبقى فاهم انه بقى فيه ثلاث اصدارات مش اصدارين اللي هو الازير فيرول ستاندر والبيزيك والبريميوم هنتكلم النهاردة على ايه هنتكلم على مجموعة امان الشبكة او الان اس جي لو ركزنا في الصورة اللي قدامنا ديت هنلاقي عندنا وعندي ثلاثة او ثلاثة ريسورس من نوع فيرشوال ماشين فيما يعني ان النوتورك سيكيروتي جروب اقدر اشتغل بي على ال فيرشوال نتورك وادر اشتغل بي على ريسورس اللي من نوع فيرشوال ماشين طب ايه هو اصلا التورك سيكيروتي جروب ال ال اس جي يا شباب حاجة شبيهة بالفيرول بتعمل نفس عمل الفيرول ولكن مش قوي بمعنى ان هي برضو شغالة على الرول وبتعمل اللاو وديناي لكن طبعا ما فيهاش بوليسي ما فيهاش اني اقدر اتمكن من العمل مع الابليكيشن ما بقدرش ان انا عمريدارك للبيانات ما بقدرش ان انا اشتغل على فيتشورس زي تي ال اس يعني حاجات كتير جدا في الفيرول مش موجودة ولكن هو خلينا نتجاوز الامر ونقول ان هو ممكن يطلق عليه فيرول مصابر كده خليل يتعرف عليه اكتر ال ان اس جي شباب شغال على الديناي والالاو فيما يعني ان هو شغال على الرول ممتز شغال على الرول والفيرول برضو شغال على الرول طيب الفرق بين ال ان اس جي والفيرول كبير هنكتشفهم مع بعض دلوقتي حاليا قلنا انو ال ان اس جي ممكن احطه على مستوى في رشول نتورك وممكن احطه على مستوى ساب نت اللي احنا عارفين ان البرشول الاتورك ممكن اقسمها اكتر من سابنت فبالتالي ممكن اامن شبكة من خلال nsg وامن سابنت واحد من خلال nsg وامن vm جوه سابنت من خلال nsg مش بس كده انا ممكن احط اكتر من مجموعة امن شبكة للشبكة بتاعتي او للسابنت او للريسورس لو نلاحظ هنا لو خدنا ال vm رقم 3 ديت هلاقي عليها by default network interface card اللي هو ده ال network card بتاع ال vm ديت هو محطوط عليه nsg شايفين او اللي هي nsg 2 خلاص الشبكة ككل الشبكة ككل واللي من ضمنها السابنت اللي شايل ال vm محطوط عليه network security group رقم واحد حد ممكن يقول طب ما كده فيه لخبطة او كده فيه تعارض ليه يعني الكارت كارت الشبكة بتاع ال vm محطوط عليه مجموعة امان شبكة والسابنت نفسه محطوط عليه مجموعة امان شبكة وانت لسه قيل دلوقتي انه اصلا nsg بتشتغل على الرقم طب لو اشترضنا انه nsg اللي محطوط على كارت الشبكة بيقول لي deny rdb بينما nsg اللي محطوط على السابنت بيقول لي اللاو ايه اللي حيتطبق وايه اللي مش حيتطبق هقول لك انه ماكرسوفت بتقول انه فعليا ممكن يكون عندك تعارض في حال اشتغلت على النموذج اللي قدامنا ده ان انت تحط اكتر من nsg على السابنت وعلى الريسورس اللي من النوع دي امت او على اكتر من يعني اكتر من وجهة وعلشان تحضرتك تحل التعارض ده انت مطالب بان انت تراجع الديزاين بتاعك وتقعد تعمل assignment علشان توصل للمشكلة اللي عندك لكن هنكتشف مع بعض ان ما فيش تعارض لانه اه فيه priority دي اول حاجة ركز في الكلام ده شباب محدش هيقولهه لك الكلام ده محتاج حد يكون اتحط في موقف فاكتشف الكلام ده او خده من مصدر موسوق واحنا لا ندعي العلم ولكن كلنا في النهاية بنتعلم مع بعض يبقى هنكتشف لما ندخل نعمل implementation للنسج انه في حاجة عند اسمع الpriority وكل ما كان الرقم قليل كل ما كانت الاولوية هي اللي هتطبق الاولوية اعلى تمام ممتاز هنكتشف كمان انه في حالة وجود اكتر من انسج في القاعدة الشهيرة جدا اللي هي المور ريستريكت هي اللي هتطبق يبقى كده اختصارا مجموعة امن الشبكة بتشتغل على الرول خلاص بتشتغل على ايه بقى في الرول يعني لما ادخل اعمل الرول اه ايه البيانات اللي ممكن اعبيها او ايه البيانات اللي ممكن اشتغل عليها هتلاقي الport هتلاقي الIP هتلاقي البروتوكول هتلاقي اه المنع والسماح الاول والدينوي والاشياء اللي هي ملحقة بالرول دي دي اول حاجة ثاني حاجة انه اقدر اني استخدم او استعين باكتر من nsd في نفس الشبكة او على نفس السبنت او اني اعمل nsd لكرت vm وبعد كده اعمل nsd تاني للسبنت اللي جاي منها ال vm خلونا مع بعض ممكن يكون الكلام النظري يعني مطول شوية او مضلل الى حد ما لكن لما نعمل الاشياء دي ونكتشفها بادينا هيبقى المفهوم عندنا واضح هو اصلا موضوع بسيط جدا ولا يستدعي ان احنا نخوض فيه ولكن كعادتنا ان احنا نحب دايما نتكلم في بعض التفاصيل خلينا نروح مع بعض نكتشف الموضوع بتاعنا قادي البرتل بتاعتنا مبدائيا كده خلينا نروح على ال virtual machine بتاعتنا هل ايه عندي اكتر من vm عندي هنا الweb server ده شايل ااااا ويب سايت اكي شايل ويب سايت وعندي هنا الكلاينت اللي ممكن يروح يبص على الويب سايت خلاص الاتنين هم رالنج شغالين واللي اتنين في نفس الريجل فيما يعني انه الاتنين واخديم من نفس السابنت لو دخلنا كده على الكلاينت ومنها روحنا على الجزء الخاص بالنتوركين هلاقي هنا الجزء الخاص بالنتورك الترفيس فعمل له رول او محطوط عليه تورك سيكيورتي جروب اسمها كلاينت ان اس جي دي كت منين في البداية خالص واحنا بنكريت الماشين انت او هو بيسألك في الخطوات وتحديدا الجزء الخاص بالنتورك هحطلك الاس جي فحضرتك بتقول له اه فبيروح حطيلك او بيروح ضيفلك نتورك سيكيورتي كوب على الماشين دي خلاص تمام ممكن نشيلها وانا عرف تشربني طيب خليلو نستعرض مع بعض الرول بيبقى شكله ازاي عندي حركة مرور بيانات جياني اهيه وحركة مرور بيانات بايد ديفولت طالع مني اهيه يبقى عندي حد جاي علي وحاجة خارجة مني بايد ديفولت حضرتك هتلاقي ثلاثة رول معمولين تلقائيا انت ملكش دخل بيهم خالص اللي هم ادي اول واحد اللي بيدني الاول ترافيك كل حاجة بيروح قافل عليها اهيه ديناي تمام وده بيبقى البريوريتي بتاعته خمسة وستين الف وخمسمية يعني اعلى رقم فبالتالي اقل كل ما الرقم بيعلى كل ما الاولوية بتقل تمام وعندي هنا الخمسة وستين الف وواحد ده بيقى اللاول للأجر لود بلانسر لو انت هتستخدمه تمام ده بيبقى رول اللاول اللاول وعندي هنا الفينت علشان المشين دي تروح تكلم المشين التانية اللي محطوطة على نفس الرينج الخاص بالفينت طبع دي فولت الارضي بي ده ممكن بشكل كبير حضرتك ما تلاهوش لان ده بيتكاريت منوالي واسناء ما بيسألك وانت بتعمل المنتيشن للفي ام هتركب عليها ارضي بي او تسمح للارضي بي فلو قلت له هسمح يروح لي من هناك لو قلت له لا فمش بتلايه ولكن التلاتة التلاتة رول اللي احنا قلنا عليها الديفولت رول اهم ده فيما اتعلق بيه الترافيك اللي جاييني الترافيك اللي خارج مني برضو هتلاقي تلاتة رول بنفس القيم بنفس البيوريتي وبنفس كل شيء ديناي لكل الترافيك واللاو للانترنت واللاو للفينت اللي يعني علشان تروح تكلم النتورك اللي جاي منها المشين ديت لو في اي اي تانية على نفس النتورك فبعيد ديفولت بيكلموا بعض فهنا استعرض لكده الترافيك اللي جاي دي الرول الخاصة بي الترافيك اللي طالع بيني ده حتلايه خلاص؟ دي اول حاجة فعلي بقى لو سمحت كده قبل ما نروح نعمل رول ونتعرف على الرول نروح بما انه الاردي بي مفتوح نقوح 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 على المشين ديت خلين جيب اللي الاردي بتاعها 149 اهو خلاص؟ انتفقنا؟ لو افتحنا كده وروحنا على المشين ديت واللي شايله ايه؟ وليب سايت بتاعي الويب سايت بتاعي طيب الويب سايت ده بيتكلم روتوكول ايه؟ اتش تي تي بي اللي هو ايه؟ بورد 80 خلاص؟ انتفقنا؟ لو قفلنا كده نروح بقى للنتوركينج تاني انا عايز اقفل البورد ده عايز لما افتح الويب سايت اللي فتحته ده ما يفتحش بقايا خلاص؟ يبقى كده الترافيك طالع مني ولا جاييلي الريكوست طالع مني ولا جاييلي طالع مني انا انا كيوزر طالع اكلم بورد 80 يبقى اروح للإنبوند ولا الاوت بوند الاوت بوند الاوت بوند تمام لو قلتونه لو محتاجة وقدلك رول خلينا بالمرة يتعرف على الرول مع بعض هيقول لي انت رايح فين السورس بتاعك اقول له عن من اي مكان او ممكن اقول له من الاي بي الفلاني او من الاي بي بتاعي او ممكن اقول له من السيرفيس تاك السيرفيس تاك هنا هنلاحظ ان هي يامة كتير جدا تمام؟ حاجة كده يعني ايه؟ عد واغلط بقى يعني تقريبا ما اثبوش حاجة خلاص؟ مش زي الفايرول فايرول كان حاجات محدودة جدا الابديت الباك اب السورج اكاونت مش عارف ايه كلام دي كله هنا تقريبا ما اثبوش حاجة تمام؟ ممتاز فانا هنا هقول له ايه؟ سورس بتاعي من اي مكان على بورد اي بورد رايح يكلم خلي بالكم رايح اي حتة بتاعي اي مكان راح يكلم ويب سايت راح يكلم ابل كيشو راح يكلم داتا بيز راح يكلم المهم ما عندش مشكلة خلاص؟ فيه هنا سيرفيز سيرفيز هنا هتكون بقسمها لك ب اه يعني بالخدمات الشهيرة اللي ممكن كلنا نستخدمها HTTP SSH RDP SQL MySQL الحاجات دي كلها ونظم عدم سنتر فالإستطرات الجديدة بتاع ود سيرفور FTP SMTP بتاع البريد كده يعني تمام هقوله والله لا انا اخليها custom وهعايز اشتغل على بورد 80 او ممكن يقوله HTTP فيروح يقولي ده شغال على 80 اوكي طب الFTP هيقولي 21 طب الSSH مثلا هيقولي 22 وهكذا فهنا اما ان انت بتقوله custom بتكتب البورد بيدك او تختار السيرفيز هو بيتعرف على البورد فهنا الHTP انا محتاجة اثله هيقولي اه ده بورد 80 مشغال على 90 البروتوكول بتاعه ايوا خلص اوكي طب اقفل هولي بقى طب deny ادي الروز very simple نخلي بقى ان قصة البروريتي احنا تكلمنا عليها وبنأكد عليها تاني لو عندي two rule واحد بيسمح واحد بيمنع واحد بيمنع فبيروق وهم الاتنين شغالين على نفس الخدمة يعني يعني مثلا واحد طلع انترنت فبيقول له اتفضل واحد طلع انترنت بقول له لا اوقف deny فهنا البروريتي هي اللي ليها الكلمة الاولى هي اللي ليها الفايصل في الكلام تمام؟ ممتاز انا هنا همنع همنع يعني مفيش حد هيقدر يوصل لبرورتي 80 يعني مفيش حد هيطلع مني يروح يكلم بورتي 80 هقول له add هيروح ياخد مني الرول وتقريبا في اقل من منت كده هيقول لي تفضل الرول بتاع الجهاز اهو خلص ونزل اهو انا عملت ايه؟ deny لي بورتي 80 طب ما تعالوا بقى كده نشك رفتح كده قول له لو سمحت برايفت ويندوز علشان التنب بس لانه هيروح يجب من التنب نفاهم الويب سايت بتاعنا كان على 10 واحد ثلاثة خمسة نفتح لي كده لو سمحت ولا الدموع ليه؟ بورتي مقفول لسه فيه من رول خلاص نتأكد اه طب تعالى تعالى نعمل ديليت او بدل الـ deny نقول له اللاو نعدل اللاو سيف هياخد مني الـ update في اقل من منت تقريب على 10 ثوانية ومصورة ثانية ويقول لي اوكي انا الـ الرول بتاعك جايز اهو لو رجعنا كده للـ RTP بتاعنا عملنا refresh هلاقي الـ website بتاعي فتح ما عندش مشكلة تمام؟ ممتاز يبقى كده اتعرفت على الـ rule طيب في ايه تاني فيه انه لو رجعنا للرسمة زي ما قلنا اني قادر استخدم nsd على كرت اللان خلاص شفناها مع بعض اتعرفت على الـ default rule وعملنا بادينا rule وشفنا التأثير بتاعه ممكن كمان اعمل nsd على مستوى السابنت وقلنا هنا التأثير هيبقى تأثير الـ nsd على مستوى السابنت ولا تأثير الـ nsd على مستوى الكرت اللان تعالى نروح نعمل nsd نروحنا كده لـ home فتحناها في تابة جديدة علشان بس هنرجع للـ client دي داني هنرجع لـ machine دي داني قلت له لو سمحت انا محتاج اعمل network security group لما ندخل كده هنلاقي اكتر من اكتر من اكتر من network security group موديل عندي وقادي ان network security group بتاع المشين اللي اسمها client طبعا دي بتاع الـ app server ودي بتاع الـ web server وهجزا لو حبينا نعمل واحدة جديدة هقول له create اختار لـ source group بتاعتنا هقول له مثلا subnet بتاعنا اسمه bms network security group هقول له review و create خلي بلنا شكل الـ networking في المشين دي ديت الـ smart client شكلها اهو لو قفت عليها هلاقي شكل اهو خلاص تعالوا بقى نتخلص نروح مع بعض لـ network security group ونقول له ايه نقول له احنا محتاجين نضيف subnet لمجموعة امان الشبكة ديت فهنروح نختار subnet اللي جاية منها المشين دي تركز الشبكة المشين ديت جاية من subnet اسمه vms على network اسمها vnet security 01 اللي احنا عملناها مع بعض اختار منها subnet vms هقول له اوكي فهيروح يضيفه عنده ويروح يأمنه من خلال network security group لو رجعنا كده لو رجعنا كده وعملنا refresh للصفحة ديت نخلي بالنا ايه اللي هيحصل بس حد الوقتي حد الوقتي قبل من نعمل refresh بيقول لي ايه network security group بتاعتك هي اللي اسمها client nsg بس طيب لو عملنا refresh كده شايف قال لي ايه هناك كلام اختلف بقى هنا الوضع اختلف قال لي network security group بتاعتك هي ال vms nsg خلاص اهو شايفين قال لي ايه network security group vms nsg هي اللي متركبه على السابنت اللي انت جاي منه لو نزلنا هنا تاني تحت الكلام ده هيقول لي network security group اللي اسمها client ديت مرتبطة بالنتورك انترفيس بتاعك اللي خاص بالمشين اللي انت وقف عليها يبقى كده لو رجعنا للرسمة هنكتشف ان احنا حققنا ديزاين ده ماشين واحدة شايلة انترفيس network interface card متركب عليه nsg والسبنت متركب عليه msg التاني خلاص اهو قادي network interface قادي ال nsg رفص بيها وقادي السابنت نت بتاع المشين ادي nsg الخاص بيها طيب انا هنا لو رحنا كده احنا وقفين على input خلينا نقف على out فهيقول لي ايه هنلاقي ان البورت 80 احنا لسه فتحينه دلوقتي فتحنا بيه 80 بعد ما قفلنا طيب تعالوا بقى في nsg اللي شغال على الصابنت كله نعمل نفس rule اهو بنفس priority اخليها برضو 100 اهو هنا 100 اخليها برضو 100 واقول له انا محتاج اقفل بورت التمانين اخليه deny انا هنا عندي من المفترض عندي تعارض ليه عندي اتنين rule يعني نفس الرول بس بيعمل حاجة مختلفة واحد بيسمح واحد بيمنع اهو تاني نركز يا شباب عندي اللي من جهد بتقول اسمح واحدة priority 100 ولكن عندي اللي تورك سيكيورتي جروب اللي من جهة الصابنت بتقولي منها يا ترمي اللي هيطاب تعالوا نشوف لو رحنا للمشين عفلنا بقى السيشة ندي تاني خالص كله فتحنا كده من جديد تتوقعوا مين اللي يغلب مين تتوقعوا مين اللي يغلب ومين اللي يسيطر خلينا نشوف انا محتاج ادخل على الويب سايت بتاعي المفروض ان انا سامح من جهة الانترفيس النتورك انترفيس بس مش هيوصل لي لاي مكان زي ما احنا شايفين ليه هنا اهو مش قادر مش قادر اروح اوصلك لاي مكان ليه في رول تانية بتقول يمنع يبقى كده قاعدة المول هي اللي حتصيد بلاش علاقة بقى بالبريوريتي برضو خلينا نشوف لو روحنا هنا علينا البريوريتي في الساب مت اهي مش مية ومية طب اخلي دي متين اخلي دي متين يبقى مين اللي يكسب كبريوريتي المية المية تكسب هقوله سيف تمام برضو كده عندي نفس الرول واحد بيقلاو واحد بيديناي على نفس البورد ولكن هنا البريوريتي مية وميتين العقل والمنطق والكلام الطبيعي بيقول ان مية هيكسب خلينا نشوف هل مية فعلا كبريوريتي هيكسب ولا المور هو اللي هيكسب لو رحنا كده افلنا برضو فتحنا تابة تانية علشان ما اروحش يجيب التم وننالو انا محتاج اروح العشرة واحد ثلاثة خمسة ولا اي شيء فكده قلنا انه الموريستريكت هي اللي تكسب وتحديدا السابنت والدليل على كده لو رحنا غيرنا وقلنا ده هو اللي يقلاو اهو وده يعمل ديناميك تبادل اضوارك انتظر بس عبقى الماء الرول خلص خلص على التاست بقى من المفترض كده اروح افتح فيافتح المفروض انا مش عايز كنت تقول مني يا شباب اتوقعوا يفتح المركز بس هو اللي هيجاوه مش هيفتح يا شباب اهو بيحاول بيلود اهو في صراع بين اتنين رول بترى من اللي يكسب فيهو فب كنترول اف فايف ولا هيوديني لأي مكان خلص ليه المور ريستريكت يا شباب هو اللي ليه الكلمة العليا خلاص فكده اتأكدنا انه مش علشان انا حت رول على مستوى السب نت وحت نفسي الرول على مستوى الانترفيس ومعلي هنا في الفيريوليتي او معلي هنا في الفيريوليتي واحد ديناي واحد قالوا ديناي اكسب سواء اللي جاي من جهة النتورك انترفيس او اللي جاي من جهة ال سب نت اتمنى يكون الموضوع والفكرة الاساسية من النتورك سيكوريتي جروب وصلت هي بسيطة جدا وحتى في المقنة هجوا متكلم عليها بشكل نظري حتى ما تناولهاش يعني بشكل عملي على اساس انه دي حاجات بيزيكس ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على حاجة شبيهة بالنتورك سيكوريتي جروب ولكن فيما اتعلق بالابليكيشن وهي فعليا اسمها ابليكيشن سيكوريتي جروب او الاسجي اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته